والكلام لكل فانا وانا قاعد مع ناس بأولوم احنا بالنسبانا تفكر حضرك بطولة اللعب الافريقية اللي اتعملت في مصر كانت كم دولة يا دكتور؟ 52 دولة 52 دولة يعني أولوم بجيمز الافريقية يعني على مستوى العالم اه طبعا واتعمل حاجة فوق الوصف و 26 لعبة وشفت المصرين كانت دي ملايين بلافات جوه في الملعب والناس كانت حابة انها تروح تروح طيب انت من حبك انا بتكلم معك بقى مع الدكتور عمينة ممارة اللي كان محافظ وكان وزير ودكتور وكل حاجة انا بتكلم معك دلوقتي انت كمصري كمصري بتشجع رياضة وبتشجع ويرا زيك زينا انت شايف مني من يتولى المسؤولية هالمدرب اجنابه ولا مدرب مصري لا انا انا شوف يعني المدرب المصري يعني انا من كل احترامي له مفيش حد مستوي يعني حتى كابتن حسن شهد اللي عمل انجاز ما حصلش وحدش هيعمله تاني ولا اي دا طبعا يعني ما كانش منيجب كرة قدم بس وكانش مدرب ماسك اندية كبيرة كان ماسك موالين العرب موالين العرب حسان جاه ما وفقوش مجزرة كان ضدوهم بقول اي حاجة انت انت اترتولى لكن انت انا شايف مدرب اجنابي اه بس الاختيار اختيارك اختيار هل لازم يكون ليه في افريقيا ولا مش شرط ان يكون والله انا 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 شايف انه بس يبقى بتاع منتخابات تفرق كتير اوي اه طبعا يعني ما تجيب لي واحد مرن اندية وبش يعني الراجل دا ما عملش اندية كبيرة اوي يعني لا 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 انا معرفش هو تم اختاره على اساس ايه معرف لا ما هو هو انا طبعا انا بقعت حازم لان انا طبعا حازم بالنسبة لي ابوه وحمده كان طبعا كان صديق عمره حبيبنا كلنا وكان يجيلي النادي المكتب وروح نتفرق على الحازم او صغير كان بيتمرن ويه لعبن بادي الصيد بلا في الصيد ما هو بالضبط اه فهو هو حازم يعني انا الغزن في البتاع دي الفلوس والاربع سيئة ونص انا انا ما عارب طب الاتحاد الكورة فين يا انا انا كتبت له ما الدكتور مصطفى قلت له اه مرى بخالتي قلت له يا عمي انت جيت عايزين نسمع الخطة بتاعتك الاربع سيئة ونص ايه قلنا برنامجك ده عواقر اللي ايوة كلها منتخبنا تاني متخب او تاني متخب في السن كبير طبعا طبعا با كله تلاتينات طب تلعب بيهم بها جاس العلم ازاي جاس العلم الفترة جاية ازاي تلعب بيهم جاس العلم ازاي اه يعني انت ربنا دول الصحة والعمر صلاح أحمد صلاح حيب اه 34 تلاتين اه 34 تلاتين سنة وكذا بس اقول محمد صلاح كنجم وكلعيب بيلعب في اوروبا أربعة وثلاثين سنة في برة في ربما عاشبين كريستيانو ورنالدة هو تشوف عامل إزاي ومس عامل إزاي فيه لعيبة كتير قوي إنما أنت حالك تكلم عن لعيبة المصرية لا البعيين اللي جابه صلاح بالضبط كده يعني طب أنت كواسي يعني شناوي كم سنة حاجة وثلاثين طيب يعني عد بقى النجوم دي لأحمد حجازي كم سنة طيب مش فرص صلاح إنت شفتها إزاي يا دكتور لا أنا 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 بحب بمحمد صلاح جدا تقول لنا وهو وهو زغنطط يعني وحتى أنا فرحه وحزامني ورحت له فرحه وقعدت وتعلن وقعدين هو هو راجل إذا ما قلت شغل عن نفسه إنت مشكلة اللي طلعب طوعك من يا مصطفى حسام والمجموعة دي ومصطفى محمد بغاية دلوقتي مش حالف أتكلم بك كلمة فرنساو لا محمد صلاح الشغل عن نفسه جامل شغل أنا سمعته بكلم فرنساو في لوانت انجليز انجليز هايل وعنده فرنساو وإيطالي معرفش إيطالي لا إيطالي إنه قعد في إيطاليا في فرنسيلا شغل شغل في إيطاليا فهو اشتغل على نفسه في اللغة دي عام حاجة الأفارقة من جاء أكثر منها لإنه اللغة اللغة عامل سهل أو اتنين بقى بقى زاكي بقى عنده إرادة دكتور تغزية دكتور تمرينات فرد نفسه على الناس وبعدين هو عنده شخصية يعني هو مش طويل زيكم جده يعني لا يعني هو طولنا تقريبا كده بس عنده شخصية يعني حتى مع كلوب هو بيتكلم تحس إنه مراجع مالك دومه هم بعض الناس هنا في مصر للأسف قالك إنه هو هرب من البلطولة عشان رحلها في إنجلترا طلعنا خاين محمد صلاح هو الوزبوت الوحيد اللي دينا بره إحنا اللي عرفنا نستغلها سياحيا ولا سياسيا ولا أي حاجة خالص أنا أنا قلت قلت مرة يا جماعة يعني دا كتبتها كتبت في مصري اليوم آه آه قلت له كذا مقلة يعني يا جماعة يوم ما خد مش حافي كنت حطه على الهرم صورته كده دا ما بتحطه لأي حد تاني يعني فمحمد صلاح آآ آآ اللي حصل إيه إنك إنت قاعدوا يهاجمون أنا دفعت عنه يومي طيب قالوا دا ما بيمثل ومش حافي طيب حصل إيه إن كلوب تلعب من أول المرح قالك لا يلعب معنا الشيلسي ولا يلعب بأرسنل ممكن مش اللي بعده ما يلعبوش بالضبط الناس دي هتضحك علينا يعني بدأوا الناس اللي كانوا بيشوفوه يعني مش عارف أشتمهم دلوقتي لا لا حاجة حاجة صعب طب انت شاف الرشدة إيه اللي تتعامل دلوقتي لإصلاح الكرة المصرية في الفترة الجاية لو الانتحاد الكرة دا كامل وفيتوريا دا كامل والجهاز اللي معاه كامل انت شاف إنه ممكن نوصح هيبقى كارسة ها؟ كارسة كارسة ها طبعا انت انت بطوريا يمشي ها حاد الكرة يعني شاف إيه مضت إن أنا أشرف على المنتخب الأول وده أشرف على المنتخب المشيئين مش ممكن يا جماعة يعني يعني إيه يعني طب ما انت قديت لحازم كل حاجة وحازم إنسان كواس ومحترم طبعا ما وفقش إنما انت شلت البيعة طب انت حازم اللي تتعامل إيه طب اطلع اعتذر انت حازم ما انت اللي جبته قد بلك فانت انت هنا هنا في غلطة إنك انت زي بولك المجموعة دي احترمها على عيني وراسي وكل حاجة بس طبعا سيبها لأن يعني انت خبت تبقى بعد اللجنة المبية بعد اللجنة الجمزة على طول بنعملها كنت ستة شهور اه ستة شهور لا لا هي بعدها على طول تخبت نعلن على طول فأي انت انت هل المجموعة دي تقدر تدير طب ما أنا كتبت له من البرامج يا جماعة هاتوا البرامج اللي احنا كانت بينها دي وقعودوا فيها الشغل والله العظيم كويس منها حات مش هقول لأخذها كلها صفا صفا انت كنت معايا اما أنا كذا فكرة نعملتها قلت يا جماعة وكلمت الأندية قيميها كلمت النادي الأهلي والزمالك والسماعيلي والكلام يا جماعة أنا راجل مش هاسم نفسي بقى بلاشش نفسي ومعاه فلوس مم العيالي الكويسين بتعقوا بنسيبوا الكبار بقى 13 بعد سنة هطلحهم بره وحتفعلكوا قيمة اللي انتوا على الطربين هم منه يعني مثلا طلبتوا مليون حديكم مليون جنيه ونسيبوا النادي اطلع بره المفروع انت بتقولي الأندية بقى المصرية اه كلمتهم شخصيا وكتبتها ولا حد عبرنا ولا حد عبرنا مدرسة المهوبلة انا عملتها اهما دي دا دي اخليها على جانب دي دا شكلانة تانية دي دي يعني ميدو قديدو كان بيتكلم عنا قريب بقولك انا كنت بطلع الال عماتشاط بره من المدرسة وانا في المدرسة صغير كان طالع منها وشيتس وحسن عبدالربو وعبداللسعيد وكموضوع كان ناجح ليه ما نكملش فيه اهو دا 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 انا بقوله لو انت انا بتعامل واحدة تانية في اسماعيل ايو انا فاك طب كنا مشينا بقى نجحوا الاثنين بولت بروشيكو نجحوا الاثنين طب نعمل بقى واحدة تالتة ونصبر شوية